ثمانية وسبعون قتلا على الأقل ومائة واربعون جريحا في حادث قطار سانتياغو دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا والحصلة مرشحة للارتفاع لوجود إصابة خطيرة في صفوف الجرحى هذا اليوم كان ينبغي أن يكون يوم احتفالة في غاليسيا ولكن بالنسبة للكثيرين هو يوم حداد بسبب حادث القطار الذي وقع أمس أنا أمام مبنى سيرزيا في سانتياغو دي كومبوستيلا حيث نلاحظ الحزن الذي يسيطر على العائلة التي جاءت إلى هذا المكان حاولت التحدث إلى أساري وأصدقاء الضحايا لكنهم في حالة صدمة تجعلنا نفكر في عدم إزعاجهم جميعهم رفضت تحدث ومن الصعب تجاوز هذه المحنة معظمهم لا يستطيعوا رواية تفاصيل ما حدث ولكن هؤلاء الناس بإمكانهم الاعتماد على موجة التضامن الكبيرة فقد وصل أمس المئات من الغاليسيين إلى المستشفيات للتبرع بالدم وأعداد كبيرة في مستشفى سانتياغو دي كومبوستيلا المركزي مضطر الإدارة لتوجيههم إلى مستشفيات أخرى إذ لم يستطع الأطباء التعامل مع الأعداد الكبيرة للمتبرعين في هذا المبنى من وراء هناك أيضا العديد من المتطوعين الذين يقدمون المساعدة للعائلات ويقومون بتوزيع الأغذية والطعام البعض ينتظر التأكد من جثث أقاربه لأنه لم يتم بعد تحديد هوية العديد من الضحايا بإمكاننا أن نقول إن جاليسيا بإمكانها تجاوز هذه المحنة بفضل تضامن الكبير تقول مفادة يورونيوز إلى هناك ويقومون تتغير كبير من الضحايا ويقومون بتتعامل تفيد أشياء المحنة فليpa سوارز أورونيوز لسانتعادة موسيقى شبنة